زيادة أرباح قناتك على اليوتيوب النهاردة في 39 2022 أصبحت ميزة التشكرات متاحة في الدول العربية وتقدر تفعلها بشكل قانوني على فيديوهاتك زي ما انتم شايفين كده دلوقتي جنب مني لما أي حد يدخل من الموبايل على أي فيديو من قناتي يلاقي كلمة إنشاء تنزيل وبعد كده يلاقي جنبها كلمة شكرا اللي هي علامة الدولار دي يقدر يضغط عليها كده ويقدر أنه هو يدعم القناة أو يقدر يحط لك مبلغ في القناة زي بالضبط كده السوبرشات اللي هو المخصص للبث المباشر والعرض الأول حاليا يقدر أنه هو يحط لك أي مبلغ هنا من خلال ميزة التشكرات تحت أي فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب لو أنت أول مرة تدخل قناتنا دي قناة مهتمية بي شروحات لي على مؤسراري اليوتيوب والربح من الإنترنت وشروحات برامج ومونتاج النهاردة الجمعة 39 2022 أصبحت ميزة التشكرات موجودة تقدر تفعلها في الدول العربية على قناتك بدون ما أن أنت تدخل وتغير دولة القناة وتعمل حاجة بخلفه حاليا دلوقتي أصبحت متاحة بطريقة قانونية واللي ما يعرفش ميزة التشكرات هي ميزة بتكون موجودة تحت فيديوهاتك أو حاجة موجودة تحت فيديوهاتك من خلالها أي حد يقدر أنه هو يدعم قناتك يقدر يحط لك فلوس يحط لك أي مبلغ هو عايزه ومن خلال أنه يضغط فقط على الشكرا ديت يقدر يكتب أي حاجة هنا يقدر يضغط كده على القلم زي ما أنتم شايفين كده ويقدر أنه هو يكتب أي حاجة هو عايزها ويعمل صحي كده ويقدر أنه هو يحط المبلغ اللي هو عايزه تمام كده؟ يبقى السؤال بتاعه أو النص اللي هو هيعمله هيكون موجود بشكل يكون مختلف عن التعليقات الأخرى زي بالضبط كده السوبرشات اللي هو في أثناء المحكة المباشرة أو من خلال العرض الأول ولو أي حد داخل من جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب وفتح فيديو ليك هيلاقي الجنب كلمة تنزيل كده اللي هي الثلاثة نقاط دول لما يضغط عليهم هيظهر كده كلمة شكرا ما كانتش موجودة لأول طبعا وحاليا مش موجودة في قناتك فهعرفك إزاي دلوقتي أن أنت تفعلها لما يضغط على كلمة شكرا دي كده اللي هي علامة الدولار اللي في القلب دي هيبدأ أنه هو يظهر معاه كده بالشكل ده مكافأة يبدأ أنه هو يكتب أي حاجة هنا هو عايزها ويختار المبلغ اللي هو عايزه ويضغط على الشراء والإرسال يبدأ أن النص بتاعه ده أو التعليق بتاعه يكون مميز في تعليقات هذا الفيديو يعني هو ممكن يكون بيسألك سؤال طبعا أو بيكتب لك حاجة عايزك تشوفها تكون مميزة عن الآخرين أو أنه هو يكون بيدعم قناتك من خلال ميزة أو التشكرات بيبدأ بعد كده يضغط على كلمة الشراء والإرسال يبدأ أنه هو يدخل الفيزة بتاعته ويبدأ أنه هو يرسل لك المبلغ إزاي أن أنت تفعلها على قناتك بحيث أن كلمة شكرا تظهر تحت كل فيديوهاتك خليكم معانا عشان أقول لكم برضو على معلومة مهمة في نهاية الفيديو هتبدأ أن أنت تدخل على سواء كان من الموبايل وتعمل عرض سطح المكتب وشرحنا قبل كده كتير أو أن تدخل من الكمبيوتر أيا كان المهم ما هتدخل على تحقيق الربح زي ما أنتم شايفين كده بعد كده على سوبر اللي هو السوبر شات يعني هتلاقي عندك هنا بقى فيه سوبر شات وفيه الملسقات العجيبة دي حاجات كلها خاصة بالبث المباشر والعرض الأول وبعد كده فيه تشكرات هتلاقيها هي مخفية بالشكل ده كده تمام كده طبعا أنا عملتها تنشيط هي المفترض عندك هتلاقيها مخفية هتبدأ تضغط على تنشيط بالشكل ده هتبدأ أنها تكون مفعلة على قناتك تمام كده بعد ما تفعلها هتظهر معاك تحت الفيديوهات ممكن أي حد دلوقتي بيشاهدني ويقول مثلا أن أنت غيرت الدولة بتاعت قناتك علشان خاطر تظهر في قناتي طبعا أنا دي قناة العلم والتكنولوجيا اللي أنت بتشاهدني منها دلوقتي لو دخلت كده على لمحة حاليا هتنزل لتحت كده هتلاقي عندك الدولة مصر فأنا ما غيرتش الدولة ولا خلتها أمريكا ولا خلتها أي دولة تانية فأصبحت ميزة التشكرات أو ميزة السوبر ثانكس متاحة في الدول العربية بشكل قانوني وده تحديث جديد من اليوتيوب وعلى فكرة كمان خلينا أقول لك على حاجة أن الفيديو بتاع البث المباشر اللي أنت بتعمله أو العرض الأول بعد ما ينتهي بيصبح كفيديو عادي يعني أنا دلوقتي لو دخلت على فيديو ده كان بث مباشر عاملين وهوت بث مباشر أضغط عليه كده عشان أفتحه ألاقي عندي هنا أنزل تحت هنا أضغط على النقاط لو من الكمبيوتر يعني ألاقي كلمة شكرا موجودة يعني أي حد يقدر برضو يدعم الفيديو بتاع البث المباشر بعد ما ينتهي لكن أثناء البث المباشر ما هو شغال طبعا أنت عندك السوبرشات يقدر أن هو يقدر أنه يضغط في علامة الدولار الموجودة في المحادثة المباشرة ويقدر يدعم البث المباشر من خلال السوبرشات لكن التشكرات هي خاصة بالفيديو بعد ما ينتهي كبث مباشر أو العرض الأول بعد ما ينتهي أو أي فيديو تاني على قناتك يعني خاصة بالفيديوهات الموجودة على قناتك أي حد يقدر يدعم قناتك زي ما أنتم شايفين كده برضو كمان هوت لو من الموبايل اتلاقي عندك هنا هوت انشاء بعدين تنزيل بعدين شكرا ده كان بث مباشر اهو مدته ساعتين وخمسين دقيقة ده كان بث مباشر احنا عاملينه على القناة حاليا ظهرت تحت منه كمان فيصبح ان البث الواشر كفيديو عادي بعد ما ينتهي يارب يكون الخبر ده كده في اليوم الجمعة المبارك انه هيكون خبر مفرح لكل اصحاب قنوات اليوتيوب طبعا انت ممكن تيجي تسألني وتقول هل الميزة التشكرات او ميزة السوبر ثانكس هل هي متاحة للقنوات الغير مفعلة لا طبعا هي متاحة فقط للقنوات المفعلة ربح التي انضمت لبرنامج شركاء يوتيوب يعني اللي حققت الف ومشترك واربح تلاف ساعة وقدم قناته وقناته نازلت عليها اعلانات وبدأ يربح من قناته بتمنى ان كل القنوات ان شاء الله تحقق الشروط وتبدأ انها تربح من اليوتيوب وعايز اقولك انها لو ما ظهرتش عندك في قناتك في السيديو اليوتيوب انتظر بتتفعل او بتكون موجودة بشكل تلقائي بس هي مش بتتفعل بشكل تلقائي بتكون موجودة بتدخل انت وتبدأ تضغط تنشطها او تفعلها على قناتك فما تغيرش دولة وتغير اي شي لان ده مخالف لسياسة اليوتيوب ان انت تحاول ان انت تتحايل على النظام ان انت تغير الدولة ولا اشياء ديت ده طبعا مخالف لليوتيوب انت اشتغل بشكل قانوني تحياتي لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة